وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض إحكام القانون لاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة أيضا بشأن إعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بداية الجلسة أحل رئيس المجلس أربعة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كما أخطر المجلس بإحالة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النعوية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تلا ذلك الموافقة على مجمل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة بعض نصوص مشروع القانون جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجاري والتي تعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض لاستثمار في مصر وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي هذا وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية التعدلات دي استفيد منها مجموعة كبيرة من المستثمرين تقدر تكزيب عملية استثمار تدي ثقة في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة ويمكن الحاجات دي كلها أو جميع التعدلات دي بتهدف لزيادة استثمار وعملية ضخ نقد أجنبي وتوسع في المشروعات مثل مشروعات الاقتصادية المحور كنات السويس هذا المشروع يضمن أو الهدف منه تعزيز الاستثمار في مصر وتشجيع الشركات الأجنبية أو الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه بزيادة الحوافز والإمكانيات الممكن يتم تقدمها للمشروعات الاستثمارية أنه يتم الاستثمار في داخل هذه في داخل مصر القانون جاي في لحظة تاريخية بتمر بالدولة المصرية اللي هي في وضع اقتصادي عالمي متشابك وأزمة عالمية اقتصادية وشايفين قد إيه مدى التنافس في جذب الاستثمارات الأجنبية في المحيط الإقليمي اللي بيحيط بالدولة المصرية أعتقد زي ما حتك ذكرت يحسب للمجلس المؤقر والحكومة قبل نهاية دور العقادة الثالث أننا نقوم بمناقشة وإقرار هذا القانون وفي ختام الجلسة تمت الموافقة على مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات اثنين ومحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة موسيقى